الرحمن الرحيم بهذا الفيديو ان شاء الله رح نشرح لكشر ستة من مادة الجينيتكس بعنوان Properties of the Chromosomal DNA عشان تكونوا بالصورة احنا رح نشرح بهذا الفيديو مادة الدكتور مؤيد اللي هي بيكون ترتيبها رقم لكشر ستة لكشر رقم ستة من مادة الدكتور مؤيد بسم الله نبدأ اول موضوع او رح نحكي بهذا الفيديو عن عدة مواضية اول موضوع اللي هو Properties of the Chromosomal DNA خصائص الدياني بشكل عام هاي اول شغلة تاني شغلة رح نحكي عن Condensation والDecondensation رح نحكي كمان عن Supercoiling of the DNA ورح نحكي اخر شي عن Non-coding genes في الدياني ورح نحكي عن امراض متعلقة بهذا الموضوع هلا خلينا نبدأ لنبدأ Properties of the Chromosomal DNA خصائص للمسومة الدياني هاسا اول شي The primary structure of the Chromosomal DNA كيف بنعبر عن The primary structure of the DNA هي Represented by Arrangement of the single strand Polydeoxy nucleotide chain خلينا نفصل للعنوان اول شي Single يعني بتكون سلسلة واحدة اثنين Stranded لانها تتكون ون strand Poly عديد Dioxy nucleotide لانه الدياني حكينا انه هو بيكون منقوص الدياني يعني على كربوني رقمتين هنا بدل ما يكون فيه هنا OH بيكون فيه هنا بس H تمام فمنعبر عن The primary structure of the chromosomal DNA كيف انه Single strand polydeoxy nucleotide chain يعني بتكون من عدة النوكليتيدات منقوصة الاكسجين يعني الكربوني 2 ما فيه عنا اكسجين سلسلة منها تمام هسا secondary structure هو اللي بيهمنا هلا secondary structure له عدة مميزات اول شي انه double helix بتكون هيك زي ما احنا شايفين بتكون double helix تمام يعني double strand dna هاي ب secondary structures هسا double helix هاي لها عدة خصائص اول شغلة بتتكون من passports تقريبا 15 مليون passports هدول passports stacked on top of each other يعني كأنهم ركبين فوق بعض هدول double helix اللي هما passports هسا هدول helix كل 10 passports بعمل تان يعني هون تقريبا 10 passports بعملو تان عشان يعني لف جديدة تمام اذا double helix اول شي حكينا انها linear molecule containing 15 million passports بعملو تقريبا تقريبا هاي الشغلة الاولى الشغلة ثانية كل 10 passports بترجع بتلف حولين عشان تعمل لفة جديدة لفة جديدة هدول double helix يعني اول شغلة مربوطين مع بعض عن طريق روابط هاي الروابط عدد روابط اول شي الروابط الاولى بين البس برس نفسهم عنا ايش اسم الهايدروجين بونس يعني الادينين ترتبط مع الثايمين بتو هيدروجين بونس القوانين ترتبط مع السايتوسين بثلاث هيدروجين بونس هلا هدول هيدروجين بونس هي عبارة عن weak interactions تربط بين البس برس وبالتالي بتربط بين مين هدول احنا شايفين هم وبالتالي بتربط بين مين تربط بين مع بعض هاي الشغلة الشغلة الثانية اللي هي stacking interactions اللي هي انه بتكون هلا حور ارجيكم ياه في الصورة هيك مرتبين فوق بعض هاد الاشي بساعد ان مربطين مع بعض كمان احنا منعرف ان الفوسفات المورود بالDNA منعرف انه الفوسفات بيكون negative charge واحنا بنحتاج اشي نعمله neutralization انه نعادله لهو سالب احنا رح نجيب الاشي موجب رح نشرح ها لقدام فهذا الاشي بساعد ان هدول التنت لما نعمر هم neutralization بيكون مربطين مع بعض تمام تمام حس هدول التو سترانس او الهي double helix كيف او شو الاشي كمان من مويزتهم انهم بيكون complementary يعني اذا هاي الهي بلشت بتلات هلا كل وحدة فيهم يعني هلا هاي رح تكون خمسة مثلا هلا التلاتة هاي رح تكون complementary يعني مكملات له بعض اذا كان هون ادينين هون رح يكون ثايمين وهيك واذا كانت هون سيتوسين هاي يكون هون انه بيكملوا بعض تمام كمان هلا خاصية لهذول التلات انهم بيكون anti-parallel شو يعني anti-parallel يعني اذا بلشت هاي بتلات برايم هاي رح تكون خمسة برايم تمام وهاي رح تكون ثلات برايم وهي رح تكون خمسة برايم وهكذا تمام تمام إذن اذا الان دول سران دي ان ار هل تكثر بي نمبر ويك تراكشن زي الhydrogen points stacking interactions and neutralization of the phosphate negative church الكمplementary between DNA strands is attributable to the hydrogen pointing between the perspers إذن الكمplementary انه هان ادنين هون ثايمين هاي اشي اللي بيساعد عليها الhydrogen point between the perspers مبدأ الpespers انه الادنين تطبط مع الثايمين بربط هيدروجينات هيدروجينيات والإقوانين تطبط مع الثايمين بثلاث روابط هيدروجينية the backbone of the pollen nucleotides هلا الbackbone هو عبارة الbackbone of the DNA هو الفوسفات زاد السكر تمام حسا الفوسفات زاد السكر بيكون highly charged اول شغلة negative charge على الفوسفات و negative charge لكل perspers فحكينا انه الbackbone بيكون هو عبارة عن شحنته منون جيت الشحنت اول شغلة جيت من negative charge على الفوسفات و negative charge على كل perspers موجود عنا هلا احنا بنعرف انه سالب سالب رح تعمل ايش رح تعمل repulsion لكن شو ال الشي اللي فيها انه اذا كانوا هدول التنتين ما في اشي يعادلهم رح يقدوا انه هدول يعني رح ينفصلوا عن بعض رح يبطل في عنا فاكبون لكن احنا في عنا اشي بيعادلهم بخليهم بيضلهم مرتبطين مع بعض وبتكون بالاخر الدياني هلا اه كلنا بنعرف انه البيورين والبيلوميندين اول شي هيدروفوبيك و اثنين they are insulubin in the water هلا هنحكي شوان عن الستاكين انتراكشنز الستاكين انتراكشنز يعني وهكذا هسا هادا الاشي بساعد على يعني لما تكون مرتبين فوق بعض وكل واحدة بتكون يعني سند بتكون للي قبلها بيعطينا بساعد على استقرار الدياني والدبل هلكس فيها هسا هاي هاي الستاكين مش لكل البيورين والبيورين بتكون نفسها لا هي بتعتمد حسب نوع الفيسز اللي موجودين فيها اذا كانت قوانين مع سايتوسين سايتوسين بتكون سترونجست بتكون الستاكين الفورس بتكون اقوى من لما تكون ادينين مع الثايمين فلما يكون في عنا السايتوسين مع القوانين بتكون ستاكين بتكون سترونجست من انها لما تكون ادينين مع الثايمين هلا هاي الساكين ستاكين ستابلائز باي فاندر والز فورس ان هيدروفوفيك افكت انه كل واحدة بتكون تب في اتش اثر هلا هيك انه بتكون انه كل واحدة دعامة ل ال ل النو اللي بعدها فغير اضافة على الساكين بتساكين بتساعد انه هدول ال دي يعني ما احنا حكينا البورين والبرميدين هيدروفوفيك يعني هما ما بيحبوا المي فهي بتساعد انه لما يكون مرتبين فوق بعض بيقللوا من تعرضهم هدول ال بيسيز للمي فذي تت مينيمايز تاكت تايم او كونتاكت او او كونتاكت يعني ما بتخلي هدول ال بيسيز تتعرضوا للووتر بشكل كبير بتقلل ال كونتاكت هم الووتر فنعمل ريفيجن سريع شو حكينا عن DNA structures حكينا انه اذا كانت primary بتكون arrangement of the single poly nucle chain اذا كانت secondary حكينا عدة خصائص اول شي بتكون double helix بتكون double stranded عفو 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 بتكون double helix بتكون double stranded بتكون anti parallel بتكون complementary وفي stacking اللي ما حكينا انه بيكون فيها يعني بيكون عنا هيك DNA هلا high groove وهي groove هلا هذول groove ايش وظيفتهم انه بتخلي اي protein او اي اشي رح يرتبط مع DNA يرتبط بسهولة بدون ما نحتاج انه نفتح هذه السلسلة تمام يعني هي already السلسلة open ما في داعي انه نفتح ونفك فك هم عن بعض هذول هي بترتبط على groove هذول هيك بنقول خلصنا عن اول موضوع بنحك عنه اللي هو structure of the DNA حكينا زمان يعني هو موضوع متكرر الموضوع الثاني اللي بنحك عنه اللي هو denaturation and annealing of the DNA انه احنا في عنا DNA بدنا نفك فك عن بعض وبعدين ل annealing بدنا نرجع نجمع مع الـ DNA تقدي الى انه يتفك عن بعض الـ hydrogen bonds رح تتكسر وبالتالي رح قدي انه تنفصل هذول الـ strands عن بعض تمام هلا لما نرجع نبرده للـ DNA او نعم low cooling هذول الـ strands برجع يربطوا مع بعض والـ hydrogen bonds بتوين الـ pay spares ترجع تتكون وبالتالي برجع يعني بترجع عنا الـ DNA طبيعي هلا بدنا نحكي شغلة انه هذول الـ pieces اللي موجودين بـ DNA عندهم قدرة انهم يمتصوا الـ ultraviolet light لكن يعني بنسبة محدودة يعني ما بيمتصوا كل الـ ultraviolet بيمتصوهم بنسبة محدودة هلا بغض النظر انه هذول الـ pieces كانوا stacked ولا unstacked عندهم قدرة انه يمتصوا الـ ultraviolet هلا بتكون نسبة امتصاصهم اللي هي بتكون 260 nanometer تمام فهي مساحة انه النسبة اللي يمتصوا فيها بتكون محدودة هلا بحكي لنا انه ايش معنى انه لما نصير في عندنا الـ heating بتأدي لـ denaturation هلا انه لما نتعرض ضد عنه لدرج حرارة عالية رح تتكسر هاي الـ hydrogen bonz لما تتكسر رح تفصل الـ paces عن بعض واذا فصلت الـ paces عن بعض رح قدي انه الـ separate للـ two strands هلا في عنا شغلة انه stacked paces within the dna structure facilitate shielding from light therefore absorbance of the ultraviolet by double helical is much less than single stranded dna هلا هون شو بيحكي بيحكي لما يكون في عنا stacking force حكينا انه ممكن الـ paces اذا كانت stacked هذول paces يعني مرتبين فوق بعض لما يكون مرتبين فوق بعض بيساعد انه بتبعد يعني بتبعدها ما بتخلي يعني لما يكون هيك يعني مرتبين فوق بعض بتكون في عنا بتقلل من نسبة امتصاصها لل radiation تمام او لل ultraviolet اللي احنا تعرضنا له ف بتكون لما يكون في عنا dna double stranded او لما يكون في عنا helical ما بتكون نسبة المتصصها اقل من لما تكون single strand لحالها فلو كانت single strand هون وكان في عنا double strand هون من اللي راح يكون فيها الabsorbance اكثر هاي لانه هاي بتكون stacking force منعها يعني بتبعدها عن مكان light او بتبعدها عن مكان radiation هلأ هذ الخاصية منسميها hypochromic effect hypochromic معناتها انه في عنا material هاي المتيريال بتقلل ability to absorb light بتقلل قدرتها انها تمتص الضوء فمثلا هون حكينا انه hypochromic effect لانه احنا ان stacking force هي اللي بعدتها عن light وهي قللت من امتصاص ها ل light when heat is applied to a double strand dna each individual strands will eventually separate denaturate be cold because hydrogen bonds are distributed between pesters وهي حكيناها لما نعرض natural dna عادية لهيد راح تتقدي انه hydrogen bonds تتفكك وتصرف في عنا denatured dna the denaturation denaturation متى بصير في عنا لما تطرد حرار عالية حسا upon cooling لما نرجع نعملها cooling هدول strands spontaneously reassociate to form the double helix again يعني برجع ويرتبطوا مع بعض لما نعملها cooling هاي العملية بنسميها annealing فannealing معناها انه reassociation between the two strands of the dna when we cool it لما نعرض هلاتي الحرارة نبردها يعني هلا في شغلة راح نحكي عنها اللي هي melting temperature tm ايش معنى melting temperature هي عبارة عن درجة الحرارة اللي احنا اللي بتحتاجها ال dna علشان يكون فيها 50% منها double stranded و 50% منها single stranded يعني انه melting temperature هي عبارة عن درجة الحرارة اللي بيحتاجها ال dna علشان نيخسر 50% من double stranded تمام فthe melting temperature it is the temperature at the midpoint in which half of which half of which the midpoint in which half of the dna molecule is double stranded and half half is single stranded the dm depends greatly on the base composition يعني الملتنج تنبرش هكينا هي عبارة عن درجة الحرارة اللي انا بحتاجها عشان نص ال dna يكون عنا double stranded نص هيكون single stranded تمام هس هاد اشي بيعتمد على hydrogen points بيعتمد على paces الموجودين في dna ال dna temperature than that of the dna with the greater at content هلا هاي حكيت لكم بس خليني اقرأ لكم اياها انو the decreased absorbance of the ultraviolet light observed with the dna double helix with respect to the native and the denatured formed is explained by the fact انو لما يكون double helix بكون الabsorbance اكتر stacking of the nitrogenous spaces which takes place with the double helix doesn't leave them exposed to the radiation يعني هاي the stacking force ما بيخلي ها ما بتخلي ال pieces انهم معرضين لل radiation بشكل directly تمام وبالتالي they are able to absorb less amount of the light يعني بتخليهم يمتصوا اقل نسبة اقل من ال light هاي تاني موضوع خلصنا عنه اللي هو denaturation of the dna وهذا الاشي برضه نفس الشي مكرر هاس الموضوع التالي اللي بنحكي عنه اللي هو super secondary اللي حكيانا عنه لا ممكن ال dna يصير له more folding يصير له اش اسم super coiling انو يضل هاد ال dna ينطوي حوالين نفسه تمام علشان يعطينا tertiary structure تمام so the structure of the dna doesn't only exist as a secondary structure such as double helix relax dna but it can fold up on itself to form tertiary structures involve super coiling of the double helix dna to form super helix الهيليكس العادية اللي احنا عملناها في secondary structure هون حنعملها more folding حنعملها انها تضلها تنطوي على نفسها حتى يصير في عنا ايش اسم super helix كل شكل ال dna رح يتغير لما نعملها super coiling the shape of the super coiled dna is applied to the prokaryotic circular chromosomal dna which is not attached to certain proteins هلا لما يكون في عنا dna ما رح يرتبط مع proteins ما رح يرتبط مع اي شي موجود بالخلية زي مثلا في prokaryotex متا بيصير في عنا super coiling في هاي الحالات انو dna ما رح يرتبط مع مين ما رح يرتبط dna مع اي protein وبالتالي عادي لو صار فيها super coiling جسم الانسان ما بتصير ليش لانو dna ممكن يرتبط مع protein فبالتالي ما رح يزبط معنا لو عملنا super coiling الطبيعية انو في الحالة السكندري صار في عنا هي منسميها relax dna يعني dna بس صار circular ما صار في عنا folding او ما صار في عنا super helix هلا اذا صار له super helix رح يصير شكله زي هيك دعو دعو يعني احنا في جسمنا مثلا او في الايوكاريوت الدياني لازم يصير لول باكيجينج علشان النيوكليوس هاي المساحة الصغيرة توسع كل هذا العدد الكبير من الباسبرز اللي موجودين في الدياني هلا احنا حكنا انو بكون في عنا نيكيف شارج على الفوسفات و نيكيف شارج على الباسبرز فاحنا لازم نعملها فاصل neutralization علشان يصير في عنا باكينج لدياني حسا الدياني كيف بدنا نخلي نخلي الباكبون نعادله منجب لاشي موجب هدول الاشي موجب اسمهم الهيستونز او منسميهم هما small proteins positively short proteins بكون شحنتهم موجبة هدول بيرتبطوا مع الفوسفات الباكبون علشان يعادله الشحن السالب الموجود عليهم إذن بحكينا انه ارتباط الدياني ارتباطها مع الهيستونز او مع البروتينات اللي حكينا عنهم اللي موجودة علشان اتعادل الشحن عليهم بيعطينا انه هدول لما يرتبطوا مع بعض رح يصير لهم super coiling تمام علشان ينتج معنا الشكل اللي فلتنا قبل شوي وبالتاخلي الشكل بالاخر يعني بيعطينا اللي هو الكروماتين هذا حكي مقرر حكينا الكروماتين هلا بحكينا في حالة الانترفيز او هلا احنا بنعرف انه السل سايكل لا السل سايكل فيه عند الانترفيز هذا الانترفيز ما بيكون فيه عنده ديفيجنز تمام طيب حسا لما هذا الانترفيز كيف بيكون فيه الدياني بيكون فيه على شكل الكروماتين طب ايش خصائص هاد الكروماتين اول شغلي بيكون هو عبارة عن شبكة من يعني هم بيكونوا اثنين بيكون هو عبارة عن عدة مرتبطين مع بعض تمام بيكونوا على شكل يعني على شكلين يا اما اول شكل اللي هو ايو كروماتين هلا الايو كروماتين هاد ايش بيكون خصائصه الايو كروماتين هاد اول شغلي بيكون uncoiled اثنين decondensed and not stained واخر شي خاصيته انه high concentration of active genes طيب خلينا نبسطهم اول شغلي انه الايو كروماتين حكينا اه حكينا الكروماتين بيكون موجود يا اما ايو كروماتين يعمل يكون هتيرو كروماتين طيب نحكي عن الايو كروماتين ايش خصائصه اول شي بيحكينا انه uncoiled اثنين decondensed and not stained تمام بس ايش الاشي المميز فيه انه بيكون اه have high concentration of the transcript genes يعني بيكون فيه جينات هاي الجينات مسؤولة عن اشي معين تمام ف اه حكينا انه الايو كروماتين بيعلو عدة خصائص واهم خاصية انه بيكون فيه اه جين لكن يعني active genes لهم لما تصير لهم transcription translation بيعطونا في الاخر اشي صفة معينة هذا الشكل الاول بيكون عليه الكروماتين اثنين ممكن يكون هيتيرو كروماتين طيب ايش خصائص هيتيرو كروماتين اول شغلة لازم يكون coiled اثنين highly condensed تمام اه هلا هذا الهيتيرو كروماتين عرفنا انه بيكون highly condensed و coiled طيب هذا كمان نفسه الهيتيرو كروماتين بيكون على شكلين يا اما بيكون constitutive يا اما بيكون facultative هلا constitutive اول شغلة بيكون condensed اثنين بيكون inactive هون معطينا عليه اللي هو repetitive DNA and centromeric ديانا رح نحكي عنهم هدود لقدام و لما نحكي عنهم رح اذكركم انه نوعهم constitutive هيتيرو كروماتين فشو يعني هيتيرو كروماتين هي انه الكروماتين بيكون coiled اثنين و tightly كمان coiled اثنين بيكون condensed طيب طيب وكمان شغلة ايش فيها انه صح بيكون condensed لكن بيكون inactive يعني ما لما نعمل transcription translation ما بيعطينا صفة معينة ما بيعطينا يعني بروتين مسؤول عن صفة معينة وهيك تمام بيكون الوظائف اخرى رح نحكي عنهم شوي لقدام اوكي هاي اول شغلة الشغلة التانية او النوع التاني اللي هو facultative facultative معناتها انه can exist in both forms either active or inactive اعتمادا على stage of the development يعني الفاكولتative ممكن يكون في حالي active ممكن يكون inactive اعتمادا على قديش احنا صار في عنا development مرحلة development اللي وصلناها في الخلية بتكون النوع تمام فالهيتيرو كروماتين انعدو معصري عصري شغلة انه بيكون coiled highly condensed هلا هذا ممكن يكون نوعين الاول constitutive والنوع الثاني اللي هو facultative constitutive inactive دائما هسا facultative صح هو condensed لكن ممكن يكون active ممكن يكون inactive هلا بدنا نحكي شغلة سهلة كتير اللي هي gene density شو يعني gene density هي عبارة عن نسبة coding sequence في كل الجينوم قديش من هاي الجين هلا احنا عنا الجينات كتير قديش من هاي الجين لو عملت لها أنا transcription translation لحد ما وصلت لاخر اشي في تصميم البروتين البروتين اذا تكون مع البروتين هاي النسبة اللي كونت مع البروتين بسميها gene density فالgen density يعني نسبة الجينات اللي هي نسميهم coding genes يعني بتدل على اشي معين او بتدل على صفة معينة بتحمل صفة معينة تمام هسا بدنا نقارن بين البروكاريوتس وبننقارنهم مع الايوكاريوتس نشوف من اعلى الجين density هسا البروكاريوتس زي البكتيريا مثلا اغلب الجينات الموجودة عندها بتكون gene density يعني it has high gene density يعني بتكون تقريبا اغلبها بتكون الها وظيف معيني الها لو نعمل تعطينا بروتين يعني في الاخر رح ينتج لنا بروتين ونسبة صغيرة بنستخدمهم نسميها regulatory sequence يعني انه high gene density يعني بتكون في عندك نسبة كبيرة من الجينات مسؤولة عن تصنيع بروتين بينما في الهيومن 98% من الجين بيكونوا non-coding تمام يعني احنا بالهيومن لدي نسبة بس المسؤولة عن تكوين بروتين بكل جيس من 2% تمام لكن الميجر بارت اللي كرومسومة الدي اي بيكون ايش بيكون non-coding sequence طيب طب هدول non-coding sequence اللي احنا بجسمنا تقريبا 98% من الجينات ما بنستفيد منهم او مش ما بنستفيد منهم يعني بشكل محدد لكن يعني ما بيكونون بروتين طيب يعني ما ما اخل قوعة بثم تمام هسا منستفيد منهم في عدة اشياء اخرى هسا رح نحكي احنا بشكل عام هون بعدين رح نرجع نفصل كيف نستفيد منهم اول شغلة منستفيد منهم protection رح رح اول شي منستفيد منهم كprotection وهلا رح نحكي كيف ممكن يكون كجم ممكن يكون structural function have structural function ممكن يكون كrepetitive sequence ممكن يكون باث of the xenogenes ممكن يكون maintaining DNA stability بساعد فيها and regulatory side of the gene activation خلينا نبلج فيهم وحدة وحدة هلا اول الشغلة حكينا عنها اللي هي protection كيف هدول coding sequence non-coding sequence عفوا بساعدوا في protection لل genes هلا هدول non-coding sequence بتفصل الجينات عن بعض باستخدام gaps تمام فبتفصل الجينات عن بعض يعني جين الشعر لون الشعر غير عن جين طول الشعر غير عن جين لون العيون تمام تفصل كل جين خاص بصفة معينة عن طريق long gap على اساس ايش على اساس انه اذا صار في خلل في جين لون الشعر ما يأثر على الجين طبع لون العيون وهكذا فنن نان 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 دينا sequence can separate genes from each other by long gaps so any alteration in one gene of part of the chromosome ما بيأثر على whole chromosome of genes هاي اول شغلة الشغلة الثانية in the high genomic complexity like those of the human genome not only different genes but also inside each gene there are gaps of entrance which protect the entire coding segments to minimize any modification caused by changing part of the gene يعني احنا كان انه ممكن انها بتفصل للجينات هاي وظيفة الاولة بالprotection بتفصل الجينات عن بعض بحيث انه اي تغير على الواحد او اي تغير من الكروموسوم ما يأثر على كل الكروموسوم اثنين لما يكون في عنا high genomic complex يعني في عنا كثير جينات هدول non coding genes كيف بتساعد في حماية ال DNA انه جو الجين نفسه او جو coding genes في عنا gaps هدول gaps بحافظ على coding segments هدول ال gaps بحافظ على coding segments في هذا الجين تمام علشان اذا صار في عنا اي modification يحاول انه يقلل اذا كانت الموديفكيشن سيئة لهذا الجين يحاول يقلل من تأثيرها تمام هاي اول وظيفة الوظيفة الثانية انه they can act as zoe genus طيب ايش عمي زيدو genus هي section of the chromosome that is an imperfect copy of the functional gene هاي زيدو genus معناتها زيدو اصلا معناتها false تمام هي imperfect copy of the functional gene يعني عنا جين عادي بيعمل لما نعمل transcription translation بيصرف عنا بروتين تمام هاي بتشبه ها كثير لكن في تغير بسيط في ترتيب الجين sequence في هاي الكروموسوم بيادى انه تنتج هاي الزيدو genus فشو الزيدو genus هي عبارة عن جزء من الكروموسوم اللي هي بتكون imperfect copy of the functional gene they they like the signals which allow them to be expressed and therefore they not transcript at all فالزيدو genus بما انه هي imperfect of the functional gene فهي ما رح تصرف transcription تمام ما رح نستفيد منها كتصنيع بروتين هلا في عنا functional genes مثال عليهم اللي هم سمي ها promotors هلا هدول promotors ايش وضيفتهم هم منطق من الDNA اللي بيحمله initiation ل transcription فبيحكي مثلا انه zedogenes هاد بيكون يشبه لبروموتور لكن يعني لما نعمله transcription ما رح نستفيد ما بصير ل awesome transcription يعني ما رح نستفيد منه ما بصير في عنا تصنيع بروتين تمام تمام هلا بحكي لنا هدول zedogenes كيف بينتجوا اول شغله loss of the function by mutation ممكن يصير في عنا طفرة معينة بتخلي هاد الجين الطبيعي يفقد وظيفته وبالتالي بصير act as zedogenes تمام اثنين تغير في البيئة change in the environment ثلاثة duplication for the DNA يعني ممكن في اثناء duplication للDNA يصير في عنا خلل معين هلا هذا الخل المعين بأدي الانه هذا الجين يفقد وظيفته وبالتالي بعمل كazedo genus الثلاثة الشغلة الثالثة أو الوظيفة الثالثة ل non-coding sequence of the genes إنه ممكن تعمل كregulatory sites ممكن ساعدنا في تنظيم عملية سواء replication عملية العملية الحيوية اللي بتصير حسا some non-coding sequence can be port sequence that regulate gene expression appearance enhancers and repressors هلا بحكينا إنه non-coding sequence ممكن يكون جزء من الأشياء اللي بتنظم gene expression اللي هي أصلا لما تصنيع البروتين زي شو مثلا ممكن تكون جزء من appearance إيش يعني appearance هي عبارة عن جزء من dna هي عبارة عن جينات مرتبطة مع بعض موجودة علشان تنظم جينات مسؤولة عن تكوين البروتين تمام فهون الأوبرونز أو enhancers أو repressors هدول هم عبارة عن جينات هدول الجينات مسؤولة عن الأوبرونز خصوصا مسؤولة عن تحفيز جينات ثانية أو مسؤولة عن إنها تنظم هاي الجينات اللي مسؤولة عن تكوين البروتين enhancers من اسمها معناته راح تساعد في تحفيز عملية transcription فهم نسمي ال enhancers هم transcription factors هم region صغيرة من dna بترتبط مع البروتين هدول البروتين بعملو ك اكتيفيتر علشان يزيد احتمالية حدوط الترانسكريبشن تمام هلا الربريسر اللي هي عملية العكسية اللي هي ايش بتعمل هي عبارة عن جزء من dna او rna binding protein اللي بتعمل inhibition لل gene expression تمام تمام فممكن هاي الن encoding sequence of the dna ممكن تكون جزء من هدول الاشياء اللي بتنظم عملية gene expression الوظيف الرابعة ممكن تساعد على dna stability يعني كل ما زاد وجود ال non coding genes كل ما كان اكثر استقرار تمام وكل ما احتجنا وقت اقل عشان يرجع يتحد dna مع بعض اذا عملنا locolink طيب يعني مثلا صار في هنا dna احنا من الرجل الحال الطبيعية هسا بيكون في ال بيكون في ال dna اللي ما اللي بيكون فيه اكثر non coding genes تمام اسرع او بحتاج لوقت اقل من اللي بيكون فيه non coding genes من نسبة قليلة زي مثلا الانسان ومثلا ال بكتيريا نرجع نعمل annealing لل dna تمام اللي فيه non coding gene اكثر هو اللي بيكون بحتاج لوقت الاقل طب مين اللي فيه non coding gene اكثر الانسان ففي الانسان بتكون اسرع من البكتيريا اللي هي عملية ال والوظيف الرابعة الاخيرة اللي هي ممكن يكون ممكن تكون جزء من تمام تمام يعني ممكن تكون كpart of the chromosome يعني جزء من التلومير اللي هو مولود في نهاية الكلور chromosome هاي اخر وظيفة تقريبا اللي هي transposable genetic elements طيب اللي هي jumping genes هلا احنا بنعرف شون الترانسبوسوم الترانسبوسوم هو عبارة عن جزء من الDNA اللي بيكون قادر على انه ينتقل من مكانه لمكان اخر في الDNA يعني ممكن تنتقل من مكانها لمكان اخر على الكروموسوم طبعا هاي الحركة ممكن تصير يا اما على نفس الكروموسوم يا اما على كروموسومات مختلفة تمام في عنا نوعين من transposable genetic elements في عنا نوعين من الجينات اللي بتكون فيها عند خاصية jumping اول نوع اللي هو transposome ايش هو transposome او ايش اللي يتعمله انه بيستقلم انزيم اسمه transposase هلا هذا الانزيم ايش بيساعد بيساعد انه يدخل الDNA اللي انا بدي اياها على target DNA كيف يعني يعني انه هاي هون transposase gene تمام هسا هاي المنطقة من الDNA بنسميها transposome رح تنتقل من مكانها لمكان اخر على الDNA رح تحتاج لانزيم اسمه transposase هذا الانزيم بيخلي الDNA تعمل كloop اللي هي هاد بتعمل كفجوة مش فجوة هي بتعمل نفس هذا الشكل علشان تنتقل لمكان اخر على الDNA ببساعدة هذا الانزيم الDNA لما تنتقل لهون رح تنتقل يعني رح تلماد الوراثية تنتقل من هون لهون بوسط هذا الانزيم طيب هلا هاد لما لما احنا عملنا نسرت للDNA من مكان لمكان اخر غيرنا في ترتيب غيرنا في ترتيب النيوكليزات ادى لجين يعني احنا اثرنا على الجين تمام فممكن هدول الموجودين بالDNA ممكن يعملو كترانس بوسونز انه يظلهم ينتقلوا من مكان الاخر في الDNA النوع الثاني اللي هو اسمه ريترو ريترو ترانس بوسونز ايش هاد ايش هاد يتعملها انه بتستخدم انزيم اسمه ريفرس ترانس كبتيز علشان تعطينا هلا احنا بيكون في عنا RNA تمام هلا بدنا نحتاج انه نرجع عملية ترانس كريبشن بس بالعكس يعني احنا عندنا RNA ونعملها كومبليمنتري DNA تمام احنا في العادة العادية لما نصنع بروتين عادي عملية او هاد الترانس بوسون ترانس بوسوب الجينز كيف بتعمل تعمل عملية عكسية انه بيكون في عندي RNA اصلا تمام نستخدم انزيم اللي هو اسمه ريفرس تيز علشان يحول الRNA ل DNA طبعا الDNA اللي تكون بتكون كومبليمنتري للRNA الاصلا الموجودة عندي تمام فبعدين هاي الDNA اللي تكونت منوديها على الTarget DNA تمام ممكن هاي العملية انه احنا دخلنا DNA على اصلا جينز فعالين هون فممكن تسوي تأثر فيهم تمام هلا اخر وظيفة كل مرة بحكيكم اخر وظيفة اول شغلة في عنا معناته انه DNA بتظله تتكرر ك copies على طول الكروموسوم تمام هلا في عنا نوعين من الrepentative sequence اذا الrepentative sequence اللي هي copies of the DNA repeated many times through the genome في عنا نوعين اللي هو enter spread repetative DNA والنوع الثاني اللي هو tandem repeats هلا خلينا نبلش فيهم واحد واحد اللي هو enter spread اول نوع حسا اول نوع اللي هو enter spread هذا ال enter spread بدكم تعرفوا عنه شوية معلومات اول شغلة انه نسبته من 25 ل 40 بالمية من non coding sequence تمام اثنين كيف بتكون او شو هو يعني هلا هدول الكوبز احنا هكيان هي كوبز لل جين يعني هي نسخ من الجين لكن بكون هدول النسخ كثير متشابهين لكن مش identical يعني بكونوا متشابهين لكن مثلا اختلاف عندهم في ناتروجون وحدة تمام تمام طول ال يونت ممكن يوصل من مية ل عشر تلاعف تمام تمام حسا ممكن هدول ال نستخدم نستخدم هم ك يعني ممكن ضلهم ينتقلوا من مكان لمكان آخر زي اللي حكينا عنهم قبل شوي تمام ف حكينا من عنا نوعين اول شغلة في يعني نسبتهم 25 ل 40 تمام هدي بيكون عنا كوبز مختلفين هدول عفوا كوبز متشابهين لكن بيكونوا مختلفين في اشي محدد يعني بيكونوا مش متطابقين تمام هم متشابهين بس مش متطابقين كمان شغل شو وظيفتهم او شو بيعملوا انه بيكونوا كترانسبوسو سو بيضلهم ينتقلوا من مكان الاخر على اتنين اللي هو النوع الثاني اللي هو التاندم ريبيت هلا التاندم ريبيت بيكونوا كوبز لكن نكستو ون النذر يعني بيكونوا نسخ متطابقة يعني هم مثلا طلعوا هلا جي تي تي اي سي جي تي تي اي سي كله بيكونوا كوبز جنب بعض متطابقين تمام هلا قدين اسبتهم هلا حكينا انه النوع الاول اللي هو انتر كانت نسبته من 25 ل 40 بالمية هون نسبتهم 10 ل 15 بالمية فهي نسبتهم هون اقل هاي شغلة اتنين موجودة هاي التاندم ريبيت دي انا وان موجودة في التيلوميرز ان د سنتروميرز تمام هسا كمان ممكن انه يكون لها كروموسوم تمام يختلفوا في للينكت يختلفوا في الطول people نفسها تمام تمام هسا هذون التاندم ريبيت او هذون الكوبز اللي يكونوا يشبهوا بعض كتير بينقسمهم لثلاث أنواع خلينا نشوفهم هلأ بينقسمهم λا ثلاث أنواع النوع الاول منسميه ساتيلايots والنوع الثاني الي هو ال ميني ساتيلايتي والنوع التالتي اللي هو المايكرو ساتيلايت هلأ بدنا نعرف انه يعني نعرف كل واحد خصائص شوية عنه هسه الساتيلايت هلأ أول شغلة هي المين كومبونت أوف فنكشن السنتروميرز إذن السنتروميرز أول شغلة بتتكون من تاندم ربيت أو لو نحكي بشكل عام من ربيتيتف سيكونس إيش بيكون نوحة تاندم تمام إيش بيكون نوحة بالتحديد بيكون في عنا الساتيلايت تمام هذا السنترومير تمام هسه قده بتكون البيسبر فيهم بتكون 171 بيسبر تمام هلأ إيش بيضيفتهم هدول أول شغلة هلأ إحنا في أثناء السيل ديفيجن بنحتاج انه السيستري كروماتيتز ينفصلوا عن بعض تمام؟ طيب كيف بنفصلوا عن بعض بواسطة إيش أخذناه في البايو اللي هو إيش اسمه الكاينيتو كور خطوئ خيوط الكاينيتو كور طيب من بساعد على التابعة الكاينيتو كور اللي هم هدول الساتيلايت جينز تمام؟ إنه وظيفتهم المحددة ما إلهم يعني ما إلهم وظيفة هيك معروفة يعني معروفة بالطب وهاك فبس بشكل عام بيحكوا عنهم جنج دي انا كانهم بيربطوا دي انا مع بعض فإنه يعني النوع الأول منهم أو مش نوع أول يعني الساتيلايت عندك وظائفهم أول شيء ما بتكون على نوع الثاني من الساتيلايت من الساتيلايت من اسم هميني فراح تكون أصغر من الساتيلايت يعني بيكون فيها من سبعة لثمانين اثنين هدولا بنستخدمهم كالجينيتيك ماركرز تمام؟ بيكونوا أقصر من الساتيلايت تمام؟ وبكونوا ذي هايلي بولي مورفك يعني بيكون في عندنا أشكال متعددة لهم تمام؟ والريبيت يعني بتختلف في حجمها وطولها هدول ذي كان بيوز ممكن استخدمهم كجينيتيك ماركرز زي اللي هو النوع الثالث اللي هو ماكرو ساتيلايت اللي هو ماكرو معنات رح تكون أصغر من الميني ساتيلايت حتى فراح تكون من 2 إلى 6 بيس بورز بس تعرفي لاش عيدها بس ماشي اثنين كما ممكن نستفيد منهم كجينيتيك ماركرز أوكي هيك منكون عرفنا وهي آخر وظيفة من وظائف النن كودينك سيكونس الآخرين أو الأشياء اللي اللي ضلت مش معروفة وظيفتهم تمام يعني احنا 98% من النن كودينك سيكونس اللي حكينا عنهم وظائفهم هادي اللي عساس إنهم معروفة بس في وظائف أخرى مش معروفة أو لحد الآن ما يعني مش مكتشفة هسا رح نحكي شوي عن عدد أمراض إلها علاقة في هدولة الريبيت لما يكون في عنا تكرار بالكوبيز اللي موجودين في دياني النوع الأول المرض الأول والسندروم الأول اللي هو اسمه فراجل إكس سندروم هسا هذا الفراجل إكس سندروم مرض وراثي هلا إيش هو المرض الوراثي اللي هو منتر ريتارديشن تمام فهو هسا هذا الإكس سندروم وهذا المرض كيف يكون هلا سي جي جي ريبيت هلا هذا السي جي إحنا لازم يكون في عنا اللي مسؤولة عن الفراجل إكس منتر ريتارديشن واحد تمام جين في جسمنا اسمه الفراجل إكس منتر ريتارديشن واحد هلا هذا الجين مسؤولة عشان تصنيع بروتين اسمه الفراجل منتر إكس منتر ريتارديشن بروتين تمام هسا إذا صار في عنا خلل بهذا الجين رح يعدي خلل فيه انتاج هذا البروتين طب احنا نشن نستفيد بهذا البروتين هذا البروتين مهم علشان عشان تتكون النيورانز تمام فاذا صار في عندي خلل او صار في عندي ترتيب زيادة عن في ال CGG اللي بتعطينا هذا الجين رح ادي لانه فيلر على اساس انه ما رح تعطي هذا البروتين وتالي ما رح يصير في عنا النيورانز بشكل طبيعي تمام فرح تنتج عنا هاي السندروم فكيف بيكون بيكون عنا عدد كبير من CGG هلا احنا بحالتنا يعني بالحالة طبيعية بيكون من 46 ل 40 نسخة تمام لكن في الناس اللي عندهم فرقل اكس سندروم حكيانا بيكون في عنا كوبزي زيادة فكون بيكون في عندهم 200 كوبي تمام هلا لما يكون في عنا كوبزي كثيرة من CGG تعمل اناكتيفاشن لهذا الجين وبالتالي رح تمنح هذا الجين من عطاء ووظيفتهم لبروتين وبالتالي خسارة هذا البروتين رح تأدي على ظهور علمات هذا لفرقل اكس سندروم حلا طيب حلا بحكينا انه لفرقل اكس سندروم وظيفتهم لفرقل اكس سندروم بوظيفتهم لفرقل اكس سندروم النوع الثاني من الامراض اللي رح نحكي عنه اسمه هانتينكتون ديزيز هلا هذا الهانتينكتون ديزيز او الهاتش دي هو جاي بسبب طفرة في الجين على الكروتون رقم 4 ففي عنا الكروتون رقم 4 في الصرفية طفرة معينة بتأدي الى انه مرض له علاقة في النيورون حسا هذا الجين الكروتون رقم 4 الجين اللي نحكي عنه احنا هذا الجين مسؤول عن تصنيع بروتين اسمه هانتينكتون هلا الهانتينكتون هاد بيكون فيه الريبيتز اللي هو سيتوسين أدينين أنديكوانين حسا اذا صار في عنا الـ CAG بنسبة عدد كبير ما راح تخلي هذا الجين يعطينا البروتين اللي احنا بدنا ايان فاذا كان في عنا رقم من زيادة هلا راح حكي لكم من كم الرقم هلا احنا الحالة الطبيعية لازم يكون في عنا من 11 ل 30 CAG على هذا الجين تمام هسا هادولة الـ 11 ل 30 في الحالة الطبيعية بيعملوا يعني بيصنعوا لي لغلوتامين أمين وأسد تمام هسا في حالة إذا صار في عنا طفرة في هذا الجين راح يؤدي إلى أنه العدد الكوبيز يوصل من 40 لمية تمام فصار الوضع غير نورمال هسا البروتين اللي احنا عملناه لما كان في عنا 40 لمية كوبيز من هذا الترتيب اللي هو C-A-G إيش بيكون مميز بيكون في عنا إنه اللي لغلوتامين سمحي يتصنع لكن بيكون long chain يعني بيكون سلسلة طويلة تمام هدول الشين لما يصر في عنا folding بغيره الشيء بغيره function للبروتين وبالتالي ما راح ادي وظيفته هلا لما ما ادي وظيفته هلا هو باثر على البرين تمام فاذا صار في عنا فولدنج لهذا لهذا الشين صار في عندها فولدنج راح تغير الشكل ها راح تغير الفنكشن وبالتالي راح تأدي الى البروتين دامج تمام هيك بنكون انهينا الموضية اللي معانا بهذا الفيديو يعطيكم العافية ودعواتكم